سيدة وزيرة الصناعة سيدة نيفين جامع طلعت قرار قرار مهم رجال الصناعة منقسمين فيه اللي عاجبوا القرار وفيه اللي مش عاجبوا القرار ايه هو القرار؟ الوزيرة اتكلمت على الإجراءات الخاصة بإيقاف العمل بالتدبير الوقائية المفروضة على واردات البلد وحديد التسيح ومنتجات الألمونيون والوزيرة قالت في القرار انه ده نتيجة الارتفاع الكبير بيشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات ضدخم اسعار الطاقة ارتفاع اسعار مواد مسلزمات الانتاج الامر الذي يؤثر سلبا على القطاعات الانتاجية والتزريع في مصر اكدت وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على مساندة كافة قطاعات الصناعية خاصة وان قطاع الصناعة ممثل قاطرة رئيسية لاقتصاد القومي ده كلام جميل كلام ايه؟ جميل ولكن من ثلاث شهور يمكن سيادة الرئيس تقريبا كان عامل اجتماع مع عدد من رجال الاعمال الكبار في مصر قال لهم كلمة تلات مرات الصناعة 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 في هذا الاجتماع رئيس الجمهورية بيتكلم على صناعة على تصنيع عايزين يبقى عندنا كم مليار نشغل الناس عظيم قرار زي ده بعض الناس شايفينه انه سيدمر الصناعة في مصر انا بقول لهو بعض الناس شايفينه ان هذا القرار سيدمر الصناعة في مصر فيه الناس اللي بيتقولك لا 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 خالص ده بالعكس ده فيه مصانع مقفولة هيشغل المصانع المقفولة عشان نعمل التعادل في الاسعار ميبقاش عندي ست سبع تمن ساقريبا مصانع هم اللي واخدين كل حاجة وبالتالي انه عايزين يبقى عندنا بدل تمان يبقى عندنا عشرة يبقى عندنا تمنتاشر يبقى عندنا عشرين فيه ناس شايفين ده ايه بقى الموضوع كان في 2019 اتاخد قرار فرض رسوم اللي هي زي بنقول عليه ايه اغراق بيجيلك حديد من اوكرانيا من تركيا من اين وانت ما عندكش اي منافسة على الاطلاق لان الدول دي بتدعم هذه الصناعة بمعنى الكلمة دعم فانت ما عندكش ابدا وبالتالي اي منتج جايلك من برا هيبقى بالنسبة للمصري رخيص انت بتدي كهربا بتزود بتزود غاز بتزود كزا حاجة المنتج في الاخر غالي طيب الاطراق بيفرضوا ادي رسوم على الواردات الواردات بلت او حديد 15% دول حوالينا في المنطقة مش عايزة تشور عليها في دولة بتفرض 25% ودولة اخرى 15% دولة اخرى اللي فرضة 15% في المنطقة حوالينا بتنتج في السنة 5 مليون طن طب هما استهلاكم اديه واحد ونص تقريبا يعني يقدر ينزل بكرة السوق عندك هنا هو 3 ونص مليون طن رخيص جدا والمنتج المصري كل سنة وانت طيب مصانعك اللي موجودة في مصر هتعمل ايه امام هزيم النفسة واللينا كمان بقول لهم تعالوا يلا ادخل المنتج يبقى موجود وبالتالي انت يبقى عندك مسألة اغراق هائلة والمصانع المصرية اللي موجودة للشغالة اللي تقريبا استثمارتها تقريبا استثمارتها حوالي 200 مليار جنيه واللي بتشغل عشرات الالاف من فرص العمل واللي هي شغالة النهاردة كل المشراءات المصر بتشغل فيها المصانع المصرية ايه الرسالة ايه الرسالة رقم واحد انه لن يكون عند المنتج المصر احنا بنتكلم عليه اي منافسة على الاطلاق هتخرج من هزيه منافسة وتدي الافضلية لكل الحديد اللي جايلك من اي دولة هيبرخص جدا وهو الاساس طيب رقم واحد في الجزئية دي من عدة سنوات وانا متذكر ده جيدا حديد جاي مش عارف منين و و و تلاقى عمرات ده اصل الحديد ده فاسد واصل حديد ده كان فيه مشاكل وعمرات وقعت وحاجات وقعت ومشاكل وقعت طب انا النهاردة باعمل مشروعات القومية باعمل مشروعاتي القومية باعمل مشروعاته مصر ايه اللي يضمن النهاردة كل انواع الحديد اللي جاي الوزيرة كان ممكن تعمل القرار يعني عايز بلت اه ما عنديش مشكلة بس عندي مشكلة في الحديد لانه القرار ده ما قالش البلت لا قالك البلت الحديد الالامونيوم طب منتجات الحديد اللي في مصر احنا مصر بننتج قدي 8 مليون طن وانا ما عنديش مصر حديد على فكرة يعني لا امتلك مصنع حديد شي مصر ولكن اتحدث عن قطاع عريض جدا عن صناعة وطنية كبيرة جدا في مصر عشرات الالاف من فرص العمل اللي موجودة في هذا القطاع القطاع ده او المصانع دي او الصناعة دي صناعة ثقيلة والصناعة ثقيلة انا بحملها كمان حاجات كتير زي حاجات كتير اتحملت الفترات اللي فاتت على قطاع الصناعة فبقى عندنا مشكلة في الصناعة عندنا مشكلة ترجمة نانسي قنقر